8000 متفرج وضغط جمهوري والدنيا كلها تتفرج والوزير موجود في الملعب والقديا كلها تتفرج كل مصف تتفرج عليكم يعني ايه يحولوا هزيمة لمكسب وما فيش اي حاجة تأثر عليهم لكن اللي زعلني عشان بس الكلام ما ياخدنيش اللي احنا شفناه على السوشال ميديا الناس بدأت تفرق ما بين اهلاوي وزمالكاوي لاعب اهلي ولاعب زمالك مصطفى محمد لاعب الزمالك رمضان صبحي لاعب الاهلي انا بقول لحضراتكم ما هو على لساني وعلى لسان كل المزيعين اللي موجودين هنا في قناة النادي الاهلي احنا عمرنا ما هنعمل تفرق وعمرنا ما هنقول لاعب اهلي او لاعب زمالك هنقول لاعب منتخب مصر رمضان صبحي احسن لاعب بطولة لاعب منتخب مصر ولاعب النادي الاهلي تمام؟ مصطفى محمد لاعب منتخب مصر هدى في البطولة ولاعب نادي الزمالك مش هنفضل كل شوية كل ما نفرح وكل ما يكون عندنا إنجاز وكل أحنا ما يكون عندنا وقت عشان خطر نفرح به ونعيش عليه ونعيش به ونشرع ناس في الشارع يفرحوا لأ نيجي نلاقي بعض الناس على السوشيال ميديا دايماً بيتكلموا على الجانب السلبي ودايماً بيتكلموا على الجانب اللي عمره ما هيكون إيجابي واللي دايماً هيعمل فتنة وهيثير مشاكل ما بين الجمهورين الجمهورين الجمهور الأهلاء والجمهور الزمالكاوي المنظر اللي قدام حضاراتكم ده منظر اعتقد انه هو ده احلى حاجة في كرة القدم وعمرنا ابدا ما هنتمنى ان احنا نشوف غير المنظر ده في الملاعب المصري الجمهور هيرجع وواحدة واحدة لكن احنا المسؤولين عن نقول الجمهور يرجع ولا لا عمر ما بيحصل مشاكل ولا عمره يحصل مشاكل ولا عمرنا هنروح في اتجاهات تثير الفتن ولا تثير التعصب لكن هناك من يصطاد في المياه العكرة بالنسبة ليه كرة القدم وبالنسبة ليه اللعيبة اللعيبة اللي قدام حضراتكم دول فيه منهم من دجلة وفيه منهم من اعارة لجونة فيه منهم من الاهلي كلهم في الاخر منتخب مصر يا جماعة كلهم بيلعبوا باسمه مصر وكلام اللي دايما بيطلع على السوشيال ميديا هو مين اللي بيحتفل ده مش رمضان صبحي ومصطفى محمد وصلاح محسن واحمد رمضان بكه كل دول مش لعبة منتخب مصر ولا لعبة اهلي وزمالك ودجلة واسماعيلي كلهم يا جماعة منتخب مصر رجاءا رجاءا للناس اللي موجودة في الإعلام اللي موجودة في الصحفيين الأدمز اللي موجودة في صفحات الكروية اللي لي علاقة بأهلي او بزمالك رجاءا 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 تتقه ربنا شوية في الكلام اللي حضراتكم بتكتبوه علشان خاصة لكل صغيرة وكبيرة حضرتك بتكتبها ايا كان ايه عمرك انا ما عرفش انت عندك كم سنة وما عرفش انت مين لكن اتقه ربنا في ان فيه ولد صغير وان فيه شباب صغيرين بيتابعوكم ودائما بيقروا كلامكم وبيقروا تصرحاتكم وبالتالي عايزين كل الكلام اللي يكون مكتوب يكون كلام إيجابي وكلام محترم علشان يطلع جيل بيحب مصر وبيحب البلد وبيحب اللعيبة ويكون عنده روح وانتماء ما يكونش بيلعب لنادي او ما بيكونش موجود في نادي ويكون عامل يعني عنده عنصرية بقى في المنتخب تجاه نديدة اللي هو اي حد من برا نادي بتاعي ده انا لا ما بيحبوش انا ده مش عايزه لا ما ينفعش لازم كلنا نكون تحت راية واحدة تحت اسمه واحد هو اسم المنتخب الوطني مصر اكبر من اي شيء مصر اعلى من كل الاندال الموجودة اسم المنتخب الوطني اللي احنا بنموت نفسنا عشان خاطر تراب البلد وعشان خاطر تراب التيشرت اللي احنا لابسينه ده وكلنا شفنا ان اللعيبة فرحتها قد ايه بالفوز رمضان صبح ما فيه شكل ان هو قائد ولعب كبير جدا وعنده روح عالية جدا 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 هو لاعب منتخب مصر واحد من اللعيبة اللي هيكون ليه مستقبل في الناحية القيادة بشكل كبير جدا 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 يا ليه طبعا احنا بنتكلم على الكابتن فبنتكلم على هداف البطولة بنتكلم على مصطفى محمد لاعب مهادي الزمالك نجم كبير جدا اعتقد انه هيكون ليه مستقبل كبير ان شاء الله ربنا يا كريم مهادي الزمالك ويبعد عنه كل الاصابات اللي ممكن تعطى لأي لعب كورو قدم ويكون امتداد لنجوم كتيرة جدا كانوا موجودين في عصر قريب زي الكابتن عمر زاكي وكابتن عماد متعب وغيرهم من النجوم اللي كانوا موجودين في الحتة دي علشان كده بقول لحضراتكم كمان حارس المرمى وكمان انا عايز اقولون نصيحة شخصية يمكن انا كنت قريب من منتخب 93 حكما ان الكابتن ربيع سين كان المدير الفني حصل على بطولة افريقيا لكن ماذا بعد بطولة افريقيا ماذا بعد بطولة افريقيا هل انت بتفكر ازاي في كورو قدم هل انت شايف ان انت حصلت على بطولة افريقيا فخلاص انا وقف بها الحال وانا خلاص كده عملت المجد الشخصي التاريخي اللي محدش يقدر يعمله وقال لانا ببص على اول بداية ليا واول سلمة ليا في مشواري الدولي اننا نحصل على بطولة افريقيا طيب ايه الخطوة اللي بعد كده يا ترى منتخب مصر الاول انا هعمل ايه مع الفترة اللي جاية انا عايز اكون موجود عايز العب اساسي انا اقدر تثبت لكل الناس اللي موجودة ان انا مش اقل من الناس اللي بتلعب في مكاني لكن المنافسة الشريفة المنافسة المحترمة ما نخافش منها ابدا لكن لو لقينا يعني لو لقينا اي تعصب اي اثار الفتن اي كلام مش منطقي زي ما بقول لحضاراتكم عليه في الفترة الاخيرة من هنا نبدأ نخاف من هنا نبدأ نقلق من هنا نبدأ ننصح ونقول لكن انا نصحت اللعبة منتخب مصر الاليمبي اكيد وهوصل لهم الكلام ده ان انت دايما تبص على الخطوة اللي بعد كده خطوة اللي بعد كده عندك خطوة مهمة جدا ان انت ازاي اولا على الصعيد المحلي نديك يستفيد منك على نفس القدر اللي منتخب مصر استفاد منه دي حاجة الحاجة التانية منتخب مصر الاول في مشواره الافريقي القادم في التواقفات الدولية هتعمل ايه مع منتخب مصر الاول طبعا عندك استعداد للولمبيات القادمة في توقل 2020 اللي هيكون إن شاء الله في شهر سبعة أكيد هيكون في استعداد وأكيد هيكون في كلام كتير بقى عن التلاتة اللي هيكونوا موجودين في المنتخب الأولمبي ويطارك كابتن شاوئي هيستعين بمين وهيفضلوا يستعجلوا لكابتن شاوئي كلام كتير جدا يعني هيتم التداول عنه لكن احنا مركزين في هدفنا وعارفين احنا عايزين ايه وعارفين احنا محتاجين ايه فدي كانت رسالة ونصيحة مهمة جدا للاعبي المنتخب الأولمبي في النهاية ببارك لكابتن شاوئي غريب على الانجاز المحترم راجل حقق انجازين مع جليل مختلفين في الارجنتين طبعا وجيل سنة 2001 والمديلة البرونزية في كأس العالم في الارجنتين واخيرا 2019 وحصوله على لقب البطولة الافريقية تحت 23 سنة عشان تتكتب باسمه يكون اول مدير فني في تاريخ مصر يحصل على لقب البطولة هنروح لفاصل عشان نرجع بعدها هنستقبل الكاتب الصحفي والنقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلطوت ولكن بعد الفاصل